فالجلسة الفجائية للبرلمان لانتخاب الرئيس الجديد لم تنهي حالة الجمود بل كرست حالة الخلاف ففي ذي الانقسامة العميقة عكسها غياب التوافق على اسم يخلف الرئيس الحالي ميشيل عون الذي تنقضي مدة ولاية نهاية الشهر المقبل فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبنان على الرغم من حضور 122 نائبا من أصل 128 السبب يعود إلى أن أكثر من نصف النواب وضعوا بطاقات اقتراع بيضاء في الصندوق كما لم يحصل أي من المرشحين على أي أصوات أبرزهم سيمان فرنجية زعيم تيار المردة وهو حليف لحزب الله بينما حصل النائب ميشيل معوض نجل الرئيس السابق ريني معوض وهو من معارضي حزب الله على 36 صوتا فيما تقسمت الأصوات المتبقية بين رجل الأعلى الأعمال سليم إيدي وبين بطاقات انتخابية تارة ساخرة وتارة تحمل رسائل سياسية عابرة للحدود فمثلا أحد النواب أعطى صوته لمهسة أميني الشابة الإيرانية التي توفيت بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق في إيران ما أدى لانضلاع احتجاجات في إيران وقبيل بدء الدورات الثانية من الاختراع غادر عشرات النواب الجلسة حتى لا يكتمل النصاب القانوني ولم يعلن بري عن موعد لجلسة جديدة وفي السياق نفسه انتقدت النائبة المستقلة حليمة قعقور الهدوء السلبي للنواب دون توافق معربة عن مخاوفها من تأجيل انتخاب رئيس جديد لفترة طويلة اشتركوا في القناة